الحمد لله ربعا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده الصالحين أن جعل لنا مواسم للطارعات وهذه المواسم نستكتر فيها من العمل الصالح وتنافس فيها فيما يقربنا إلى الله والسعيد مننا من اغتنم هذه المواسم ولم يجعلها تمر مرورا عبرا ومن هذه المواسم رمضان ست أيام شوال وعشر من دي الحجة وهي أيام شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالأفضلية وأمرنا بأن نستبق وأن نتنافس فيها ونستقبل هذه الأيام أن الإنسان يتوب إلى الله توبة نصوحا ويعزم عزما على أنه سيستغل في طاعة الله وينوي نية صادقة حتى إذا قبض الله الروح تكون النية تكفيه ويعطيه الله على قدر نيته أو نيتها ثم كذلك أن الإنسان يبتعد عن المعاصي في هذه الأيام لأن المعصية في هذه الأيام إثمها مضاعف أكثر من المعصية خارج هذه الأيام كمن عصى الله في رمضان ليس كمن عصاه خارج رمضان وأفضلية وأفضلية هذه الأيام أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها والله لا يقسم بشيء إلا لعظمته قال تعالى والفجري وليال عشر على جمهور المفسرين ما عليه جمهور المفسرين وابن كثير منهم أنها أيام عصر دي الحجة ثم النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بالأفضلية كما سنرى ثم أن فيها يوم عرفة ولو لم يكن في هذه الأيام العصر من دي الحجة إلا يوم عرفة لكفاهة فضلا وشرفا وقدرة ثم أن فيها يوم النحر يوم العيد ثم كذلك مما جعل هذه الأيام مفضلة أن فيها جميع العبادات فيها الصلاة فيها الصيام والصدقة والحج والفرق بين عصر الأيام من دي الحجة والعصر الليالي من رمضان أن الأيام على الإطلاق أفضلها عصر الأيام من دي الحجة لكن الليالي قد تكون ليالي لعصر الأواخر من رمضان والعصر الأواخر من رمضان الليالي ما فيها الصيام أن الصيام ينتهي بالنهار ما فيهاش حج لكن هذه الأيام من دي الحجة فيها الصلاة فيها الصيام فيها الصدقة فيها حج ثم أن العصر الأواخر من دي الحجة من رمضان فيها ليلة القدر وهي يوم عفوا هي ليلة لا نعرفها بالضبط هل هي 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 لكن يوم عرفة معروف هو يوم التاسع من دي الحجة إذن ما هي الأعمال إذا قدر الله لنا أن نعيش إن شاء الله البعالمين ماذا علينا أن نفعل ما هي الأعمال المفضلة أولا أن الإنسان يكتف فيها من الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدق إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك خطيئة إذن الإنسان يكتف فيها من الصلاة لما يأتي الليل الإنسان يكتف فيها من قيام الليل كان سعيد بن جبير رحمة الله عليه إذا دخل العصر الأوائل من دي الحجة كان يقول يا أيها الناس لا تطفئوا سروجكم ليالي العصر يعني دعي السروج يعني الضوء شغال علشان تقوموا الليل وأركعتان قد يصليهم الإنسان في الدنيا قد لا يعطيها اعتبارا لكن لا يعلم قدرها إلا الأموات ولهذا الإنسان لا يضيع فرصة من الطاع ومن العبادة ثم إذن عدنا الصلاة عدنا قيام الليل ثم الصيام صيام تسع أيام إذن إحنا كنا نتكلم على عشر نعم لكن الصيام حرام يوم العاشر من دي الحجة لأن الشرع أو النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا أن نصوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى تسع أيام تصومها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود كان لا يدع صيام تسع دي الحجة ويوم عشراء وتلات أيام من كل شهر وعن حفصة أو مؤمن قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام عشراء والعشر وتلات أيام من كل شهر يعني عشراء وتسع أيام من دي الحجة ويعيد العيد الأضحى يفطر فيه وتلات أيام من كل شهر ثم رابعا اكتر من الذكر والدعاء الإنسان ما فيش وقت الأفلام مش في أوقات المسرحيات مش في أوقات الصهرات ولا خروج بالليل في كلام الفارغ إنسان يكتر يكتر من الذكر والدعاء لأن الذكر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام فأكتر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد شفت؟ إذن صلاة والصيام وقيام الليل والإكتار مش ذكر الإكتار أنا الذكر في القرآن كل ما يأتي الذكر في القرآن يأتي بالكثرة إلا مرة جاء بالقلة من يفعل القلة؟ المنافقون لا يدكرون الله إلا قليلا لكن في باقي الصور والذاكرين الله كثيرا والذاكرات دائما الذكر مع الكترة فأكتر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد ثم عمل آخر الإنسان يفكر من الآن يقوم به لما تدخل أيام دي الحجة وهو صرور تدخله على قلب أخيك المسلم قال عليه الصلاة والسلام ما أدخل رجل ولا امرأة ما أدخل رجل على مؤمن صرورا أي إنسان يدخل على مؤمن ولا مؤمنة صرور إلا خلق الله عز وجل من ذلك الصرور ملكا يعبد الله عز وجل ويوحده فإذا صار العبد في قبره لما يدخل ذلك الإنسان اللي عمل خير واللي قدم الصرور لما يموت ويدخل قبره أتاه ذلك الصرور لله خلقه في شكل ملك فيقول لك العمل الصالح الله خلقه كأنه ملك فيقول الإنسان الميت ليعمل خير هم تعرفوني فيقول له من أنت فيقول أنا الصرور الذي أدخلتني على فلان أنا اليوم أونس وحشتك وألقنك حجتك وأتبتك بالقول التابت وأشهدك مشاهدك يوم القيامة وأشفع لك إلى ربك وأوريك منزلتك في الجنة الله أكبر الله أكبر الله أكبر إذن من فرج على مؤمن ولا على مؤمنة أي كربة إلا ذلك الكربة أو ذلك الصرور اللي دخلت في قلب أخوك المسلم الله يخلقه على شكل ملك لما أنا ونت فاعل الخير لما يكون في القبر يأتينا العمل الصالح في شكل ملك فيقوله ألا تعرفوني فنقوله لا أنا لا أعرفك فيقول له أنا الصرور الذي أدخلتني على قلبي فلان أو على فلان أنا اليوم أشتغل معك أنبقى معك في قبرك أونسك أنتبطك في الحجن تاعك لما يقول لك الملك من ربك وما دينك نقول لك أشتقول وأتبتك بالقول التابت وأتبت الله الذين أمنوا بالقول التابت وأشهدك نبقى معاك في مشاهد يوم القيامة يوم النفخ يوم الصور يوم المرور على الصلاة وأشفع لك إلى ربيك وأوريك منزلتك في الجنة هذه بعض الأعمال الذي إنسان يقوم بها نبقى مع يوم عرفة نخليه إلى الجمعة القادمة إن شاء الله رب العالمين علشان نتكلموا فيها بالتفصيل إن كان في العمر بقية إن شاء الله رب عامين هيدا هذه هي الأعمال الذي إنسان لما تدخل أيام العصر الأوائل من دي الحجة يعملها باختصار الأيام العصر الأوائل من دي الحجة العصر الأوائل من دي الحجة هي أيام مفضلة مكرمة فضلها كبير العمل فيها مضاعف أضعافا أضعافا عند الله بما نتقرب إلى الله نتقرب إلى الله بالصلاة وبالصيام وبقيام الليل ثم بسرور ندخله على قلبي أحد المسلمين ثم نكتر فيها من الدكري والدعاء بالنسبة للصيام هتقول لي وأنا لا أستطيع أن أصوم تسع أيام من دي الحجة في حر وفي يعني تعب أو شغال في الأعمال الشاقة إذن خود يوم يوم التاسع من عرفة تسع يوم عرفة من صامع ونتكلموا فعلي إن شاء الله رب العالمين إذا لم إذا استطعت أن تصوم تسع أيام كلها خير وبركة إذا لم تستطع ما أجعل الله عليكم في الدين من حرج إنسان يعني يعني الله رحمه ونبي عبادي إذا استطيع يحاول أنه يجهد نفسه ويحاول ما أمكن أن يصوم يوم عرفة يوم التاسعي من دي الحجة يستطع تصوم كلها خير وبركة يعني تسع أيام لا تقدر صوم فقط يوم عرفة ما تقول لي في ناس يقولوا أن من صام أو يقول البعض أنه لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا أضافره ولا بشرته ولا يحق رأسه ولا يحق جسمه هذا بالنسبة للحاج بالنسبة لإنسان الذي داخل في مناسك الحج أنا وانت محاجينش هذه السنة على حسب الساعة من الغضيح الله سبحانه وتعالى إذن الإنسان الغير الحاج الإنسان الغير الإنسان الذي لم يشهد لم يذهب لأداء شعيرة الحج هذا الأمر هو خارج منه يعوم يغتاسل يحرق شعره يقطع أضافره هكذا قال العلماء أما من كان في مناسك الحج فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا أضفاره ولا بشرته شيئا إذن حتى يوم الجمعة القادمة ونتكلم على فضل صيام يوم عرفة اللهم بلغنا يوم عرفة لأن صيام يوم عرفة فضله عند الله كبيرا كبيرا أنه يمحي ذنوب سنة مضت سنة راحت ويمحي ذنوب سنة قادمة إن شاء الله ربعالمين ذلك فضل الله يؤتيهم من يشاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر